أكد وزير النقل هشامبر عرفات وضع خطة شاملة لتجديد منظومة السكك الحديد وعلى رأسها منظومة الأمن والسلامة جاء ذلك خلال لقائه بعدد من سائق قطارات السكك الحديد حيث استمع إلى عدد من المقترحات الخاصة بتنظيم السلام والأمان في التشغيل وأكد الوزير أنه سيتم تطوير ورش الهيئة كافة من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية إضافة إلى تحديث نظم الإشارات وتحويلها إلى كهربائية اشتركوا في القناة